موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ رئيسي موريتانيا والبانيا بذكر استقلال بلديهما مجلس القيادة الرئاسي يوصل مناقشاته للأوضاع الوطنية والمستجدات الإقليمية ويؤكد أهمية التسريع في إقرار وتنفيذ خطة للإنقاذ الاقتصادي موسيقى بلادنا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق وتدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة موسيقى نشرة الأخبار من قناتي عدن الفضائية أهلا بكم إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقياتة تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد والد شيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمناسبة ذكر استقلال بلده الشقيق أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه أعضاء المجلس والحكومة شعب اليمني عن خالص التهاني وأعطاب التمنيات للرئيس الغزواني بموفور الصحة والسعادة ولحكومة شعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقدم والإزدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء بعث فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكر استقلال بلده الصديق وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأعطاب التمنيات للرئيس بيغاي بموفور الصحة والسعادة ولحكومة شعب جمهورية ألبانيا التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء وصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس مناقشة المستقدات على الصحة الوطنية والإقليمية وذلك بحضور أعضائه عبد الرحمن المحرمي وعثمان المجلي وعبر الاتصال المريع دروس الزبيدي وفرق البحسني بينما غاب بعذر أعضاء المجلس سلطان العرادة وطارق الصالح وعبد الله العليمي واستمع الاجتماع من رئيس مجلس القيادة وعضاء المجلس إلى إحاطات موجزة بشأن عدد من الغضايا والمهام الموكلة إليهم ونتائج لقاءاتهم الأخيرة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين من أجل حجد التدخلات الطارئة لدعم العملة الوطنية والإصلاحات الشاملة والجهود الحكومية لتأمين الخدمات والسلع الأساسية بما يسهم في التخفيف من وطاة الأوطاع الإنسانية التي صنعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وجدد الإجتماع في هذا السياق أهمية التسريع في إقراري وتنفيذ خطة للإنقاذ الاقتصادي ومضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وتفعيل أجهزة الضبط وسلطات إنقاذ إنفاذ القانون ودعم استغلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية كان المجلس استمع إلى مراقعة مجزة لقراراته وأوامره السابقة والإقراءات والمعالجات المنصقة مع الجهات ذات العلاقة كما اتخذ عددا من القرارات الأخرى إزاء القضايا المشمولة بجد والي أعماله إلى ذلك رحب مجلس القيادة الرئاسي بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيث التنفيذ في لبنان فجر اليوم الأربعاء معربا عن أمله في أن يقود هذا الاتفاق إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي وبدأ أهد جديد يتفرغ فيه اللبنانيون لبناء دولتهم الوطنية كاملة السيادة وطي هيمنة المليشيا المسلحة في البلاد وأكد المجلس موقف بلادنا الرافض للعدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي اللبنانية والفلسطينية ودعم سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتمكين جيشه من بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني وعدم الارتهان للمشاريع التوسعية في المنطقة اختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب لوسلطة العرادة المرحلة الثانية من مشروع إنارة عدد من شوارع مدينة مارب بتمويل من السلطة المحلية وذلك احتفاء بالعيد السابع والخمسين للاستغلال الوطني الثلاثين من نوفمبر وشملت المرحلة الثانية من المشروع إنارة المدخل الجنوبي لمدينة مارب وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة باستخدام أنظمة إنارة ذات كفاءة عالية لضمان الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة وخلال زيارة الميدانية لعدد من الشوارع التي تم إنارتها خلال هذه المرحلة أكد الوال عراد أهمية هذا المشروع ودوره في إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة ويعكس مستوى التطوير في البنية التحتية والخدمات الأساسية وبما يتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة من أوهن إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعجز التنمية وتطوير الخدمات واستكمال مشاريع البنية التحتية وبما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة وشاد العرادة بجهود الفرق الفنية وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنية المحدد مشددا على ضرورة الاتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع لضمان استدامة الخدمات مؤكدا مواصلة الجهود الحتيثة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الخدمات وإنشاء مشاريع تنموية وخدمية في كافة المناطق وبما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بحث وزير الخارقية وشؤون المقتربين دكتور شاعز زنداني مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارقية الإيطالي أنطونيو تاياني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستقدات الأوضاء في بلادنا والمنطقة وتنسيق المواقف تجاه الغضايا ذات الاهتمام المشترك وثمن وزير الخارقية دعم الحكومة الإيطالية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سعيها لإحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ومعالجة الوضع الإنساني ودعم بناء القدرات لدى الكادر الحكومي في بلادنا مؤكدا على أهمية تفسيع التعاون في مجال حماية الآثار والتراث الثقافي باعتبار إيطاليا من الدول الرائدة في ذلك وأشار الوزير الزنداني إلى الجهود المبدولة لإطلاق عملية سياسية في بلادنا تحت رعاية الأمم المتحدة في ظل تعنت الميليشيا الحوثية وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام في بلادنا وعلى أساس مرقعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنيا وإغليميا ودوليا وتطرق وزير الخارقية إلى التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب وأكدا أنها تمثل تهديدا للأمن والسلم وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومشددا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحكومة اليمنية لضمان الملاحة في البحر الأحمر وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير جماعية ومقاربة شاملة لمواجهة تلك الهجمات وتداعياتها الخطيرة والمتعددة بما في ذلك منع تهريب الأسلحة وتفعيل آلية التفتيش المقررات من مجلس الأمن ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده المستمر والثابت لمجلس الغيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ووحدة وأمن واستغرار اليمن مجددا استمرار إيطاليا في التزامها بدعم جهود الغاثة الإنسانية لمنظماته ووكالات الأمم المتحدة في بلادنا للتخفيف من معاناة الشعب اليمن وكذا دعم جهود المبعوث الأممي في إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الصراع وإحلال الأمن والسلام الدائم في بلادنا حضر اللغاء سفيرة بلادنا لدى إيطاليا اسمهان الطوقي ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية سفير عبد القادر هادي ونائب المدير العام للشؤون السياسية مدير دائرة المتوسط وشرق الأوسط والخليج بوزارة الخارجية الإيطالية موريتسو جريجانتي والمبعوث الإيطالي الخاص رحبت بلادنا باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وثمنت وزارة الخارجية في بيان لها الجهود الدولية التي بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار مؤكدة أن ذلك يعد خطوة هامة نحو خفض التصعيد وعودة النازحين وإنها معاناة الشعب اللبناني الشقيق ودعت الوزارة في بيانها إلى تكثيف الجهود الدولية لإنجاز وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وبما يحفظ للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وحقوقه المشروعة وفق لكافة القرارات والتشريعات الدولية قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بزيارة تفقدية لمؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر وذلك للإطلاع على سير العمل فيها وكان في استقباله لدى وصوله رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد باشرحيل وعدد من قيادة وكوادر المؤسسة وخلال الزيارة هنا قال الإرياني لقيادة وكوادر المؤسسة التحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء واهتمامهم بالمؤسسة وتقديرهم للدور الإعلامي والتنوير المنوط بها وطاف الوزير الإرياني بمكاتب وأغسام المؤسسة الشاملة المطابع الرئيسية والصالات والإرشيف الصحفي وطلع على سير العمل ومستوى الانتاج مستمع لشرح مفصل عن أبرز عمليات التحديث والتطوير التي جاهدتها المؤسسة خلال الفترة الماضية وما حققته في سبيل تقديم صورة نموذجية للعمل الصحفي الحكومي وفي خطوة النوعية دشن الوزير الإرياني العمل في المطبعة التجارية الإضافية التابعة للمؤسسة والتي تم تجهيزها بأحدث التغنيات في مجال الطباعة مؤكدا أن المطبعة تمثل إضافة استراتيجية لتعزيج قدرات المؤسسة وتسهم في رفع مستوى الانتاج وتلبية كل الأغراض التجارية وتقديم خدمات متميزة للغطاعين العام والخاص كما دشن الوزير برنامج المؤسسة التحفيزي الذي سيصبح تقليدا شهريا وذلك بتكريم اثنين من الموظفين المثاليين لشهر نوفمبر تقديرا لجهودهم المتميزة وأداءهم الاستثنائي خلال المرحلة الماضية وبما يعزز روح التميز وتحفيز الكوادر البشرية لتقديم أفضل ما لديها في مختلف الغطاعات وأشاد الوزير الإرياني بجهود رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير محمد باشرحيل والعاملين في المؤسسة ودورهم المحوري في إيصال الرسالة الإعلامية وصوت الشرعية بحرفية عالية وسط تحديات المرحلة الراهنة منوها بمستوى التطور وما لمسه من حرص لقيادة المؤسسة والعاملين على تعجز الأداء ورفع كفاءة الانتاج وأكد الإرياني أن مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر كانت ولا تزال منبرا إعلاميا موثوقا يسهم بشكل كبير في تشكيل وعي المجتمع ونشر الحقائق وأن تكريم الموظفين المثاليين ليس مجرد احتفاء بأعداء فردي بل هو رسالة لجميع العاملين بأهمية الإبداع والإجتهاد في تحقيق أهداف العمل بما يسهم في بناء بيئة عمل محفزة تعزز ثقافة التمييز وتدعم الابتكار ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر أن المطبعة التجارية الجديدة تأتي في سياق خطة المؤسسة لتطوير البنية التحتية ومواكبة التطورات الحديثة وتتميز بقدرتها على التعامل مع مشاريع الطباعة الكبيرة إضافة إلى المطبوعات التجارية حيث تم تجهز المطبعة بتقنيات طباعة صديقة للبيئة بما يتماشى مع المعايير الحديثة في الصناعة مؤكدا أن المطبعة التجارية لن تخدم فقط احتياجات المؤسسة بل تفتح آفاغا جديدة لشراكات مع المؤسسات الأخرى مما يعزز من الموارد المالية للمؤسسة ويدعم استدامتها على المدى الطويل إلى ذلك عبر مسؤول المؤسسة عن شكرهم أو مسؤول المؤسسة عن شكرهم وتقديرهم لزيارة الوزير وتدشينه المطبعة التجارية وتكريم الموظفين المثاليين في المؤسسة معتبرين أن هذه الخطوات تمثلوا دفعة قوية لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومؤكدين استعدادهم لمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة رافق الوزير وكيل وزارة السياحة جعفر أبو بكر وثقافة محمد الشعبي والمدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي انتصار الهدالي ومدير المرصد الإعلامي رماح الجبري بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باذي بالعاصمة الموقتة عدان مع المدير الإقليمي للصندوق الدولي لتنمية الزراعية الإيفاد توفيق البزري تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة وصندوق الإيفاد لدعم الغطاع الزراعي ومستوى تنفيذ المشاريع المقدمة من الصندوق خلال العام الجاري وتطرق الجانبان إلى التدخلات والمشاريع الممولة من الإيفاد حاليا ومستوى إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تنمية سبل المعيشة في الريف والمنفذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة الفاو والترتيبات الجارية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع إضافة إلى مشروع سي آر اي البالغ تكلفته ثلاثة مليون دولار والمنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي والذي يشمل تحسن نظام الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز صمود المشاريع الصغيرة والأسقر في الغطاء الزراعي وزيادة القدر الإنتاجية لأصحاب الحيزات الصغيرة والاستثمار في العصول والبنية التحتية لنظام الأغذية الزراعية كما تناول اللغة عددا من المواضيع المتعلقة بإعادة فتح مكتب الإيفاد بالعاصمة الموقتة عدن للغوفي عن كثب على المشاريع والجهود المبذولة من الحكومة حالية لدرسة كيفية معالجة مشكلة الأقصاد المستحقة لعديد من المؤسسات المالية بما فيها الإيفاد بما يمكن بلادنا من الحصول على تمويلات جديدة لمشاريع تنموية تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وأشار الوزير باذيب إلى أن اليمن تعول على دول أكبر للصندوق في دعم الغطاء الزراعي واحتياجات صغار لمزارعين الريفيين مشددا على الحاجة إلى مواصلة الدعم وزيادته من قبل الصندوق الدولي لتنمية الزراعية ومن جانبه أكد المدير الإقليمي للصندوق الدولي لتنمية الزراعية في بلادنا أن الصندوق سيواصل جهوده في تقديم الدعم والمشاريع الضرورية للقطاع الزراعي وتحسين دخل صغار لمزارعين بما يضمن استقرار الوضع الزراعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا دشن وزير الصحة العام وسكان دكتور قاسم بوحي بح في العاصمة لمواقعة عدن اعتماد وثيقتين السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاقي للجمهورية اليمنية وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير الغطاع الصحي والدوائي في البلاد وكدى وجير الصحة أهمية الوثيقتين باعتبارهما إطارين أساسيين لتعجيز حوكمة الغطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية لا افتن إلى أن هذه الوثائق ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء في الغطاع الدوائي من خلال وضع سياسات واضحة وتظيم عملية توزيع الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة وأشهد أبو حي بح بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من أبوها بنجاحها في تحقيق استقرار السوق الدوائية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال تعجيز الرغبة على جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار تداسب المواطنين وأعلن وزير الصحة أن عام 2025 سيكون عاما مخصصا لدعم صناعات الدوائية المحلية وتعجيز الرغبة على الأدوية لا فتن إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية ومن جانبه استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري المراحل المختلفة التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاقي موضحا أن إعداد هذه الوثائق تم بمساهمة فاعلة من نخبة من المستشارين والخبراء في المجال الصحي مع إدراج محاور جديدة تعجز من فاعليتها وملأمتها للتحديات الرهنة ويشكل إصدار الوثيقتين أهمية بالغة في تعزيز تنظيم الغطاع الدوائي وتطويره وتوفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة وتحسين الرغبة على جودة الأدوية ومكافحة التجوير وتشجيع توطين الصناعات الدوائية وتقليل الاعتماد على الواردات بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية شاركت بلادنا في أعمال المؤتمر التاسع عشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقد في العاصمة الإماراتية بوضبي بوفد ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصبي ويناقش المؤتمر الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو على مدى يومين شبل تطوير سياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى العربي وتعزيز كفاءة موارده البشرية ومناهيه التعليمية وصولا لتحقيق الجودة الشاملة فيها بما يساهم في إرساء منظومة تعليم عالي رائدة ومتقدمة وتنافسية في الدول العربية شاركت بلادنا في الدورة السادس عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية بوفد يترأسه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرقبي استعرض الوزير الشرقبي في الاجتماع التحديات التي تواجه بلادنا والمنطقة العربية بما في ذلك ندرة الموارد المائية وآثار التغيرات المناخية والنمو السكاني وكذلك التحديات الجيو السياسية والاعتداءات على الحقوق المائية لعدد من الدول العربية مؤكدا أهمية الحوكمة الرشيدة كإطار متكامل لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف وشدد الوزير الشرقبي على ضرورة تبني نهي الرابط الثلاثية لإيقاثة والتنمية والسلام للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلدان العربية وبما يمكن من تحقيق التكامل بين استجابات الأغاثة العجلة وتعزيز المشاريع التنموية طويلة الأمد والإسهام في تحقيق الاستغرار في المجتمعات المتأثرة بالصراعات وفي سياق متصل شارك وزير المياه في افتتاح أعمال المؤتمر العربي السادس للمياه تحت شعار الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه والمنعقد على هامش أعمال الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والذي يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لأزمة المياه في المنطقة العربية والحد من تأثير شح المياه على الأمن الغذائي والاقتصادي تمثل المخدرات أحد المخاضر التي تهدد المجتمعات بكل فئاتها خاصة فئات الشباب وهو ما يستلزم تكاتف الجهود الرسمية والمدنية لمواجهة ظاهرة انتشارها والاتجار بها حماية للمجتمع من أعثارها حاضر ومستقبل المزيد من التفاصيل في التغرير التالي للزميل محمد الصوفي برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عبد الرحمن المحرمي نظم مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية مدار بالتعاون مع القامعة الألمانية الدولية عدن ومركز عدن للتوعية من خطر المخدرات المؤتمر الدولي الأول بعنوان المخدرات وتداعيتها على فئة الشباب والمجتمعات تحت شعار مواقهة ظاهرة المخدرات مسؤولية تضامنية ملحة ظاهرة المخدرات ظاهرة خطيرة تنتشر بشكل كبير موجهة من قبل جهات خفية تعمل على نشر هذه الآفة بين أوصات الشباب وندرك حقيقة آثارها الكارثية على هذه الفئة وما ستسببها من أمراض مجتمعية وانتشار القريمة وتفكّل الأسر وأيضا بروز ظاهرة عدم المسؤولية وغيرها من الأمراض التي تتسبب بهذه الظاهرة حيث تم تسليط الضوء على عدد من الموضوعات من بينها تقييم موقف انتشار المخدرات دوليا وإقليميا ومحليا وتعزيز أطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المسبق لقرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتضافر قهود أجهزة المكافحة الوطنية لارتقاب الأداء الأمني لمقابحة مشكلات المخدرات صارت ظاهرة المخدرات متشرة في شكل كبير في بلادنا في الأون الأخيرة فالمخدرات المنتشرة جدا في بلادنا هي نوع الحشيش نوع الشبو والحبوب المنومة ونحن الحمد لله في إدارتنا مكافحة المخدرات أترفنا كميات كبيرة من المخدرات أترفنا قريبا كميات كبيرة من المخدرات نوع الحشيش ما يقارب 290 كيلو وأترفنا سابقا كذلك 4 طن و400 كيلو حشيش و56 كيلو هروين و101 كيلو شبو وكل هذه الكميات والمخدرات الأسف الأسف هي داخل إلى عدن هذا كما استهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لأجهزة الشرطة في مقال الوقاية من التعاطي والإدمان وتكثيف القهود المحلية للكشف عن حالات التعاطي بين أوساط المجتمع نحن نفتخر اليوم أن نستضيف هذا المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات وعراضي بين الشباب لأن هذا المؤتمر له أهمية كبرى لأن الشباب هم وغود المستقبل وهم عليهم بناء هذا البلد فإذا دمرناهم من الداخل فلن يبقى شيء فنحن أمام تحديات كبيرة التحديات الاقتصادية والسياسية ولكن عندما تتحسن هذه التحديات الاقتصادية والسياسية يجب أن يكون لنا عندنا قاهز الوقود وغود المستقبل وهم الشباب إذا قاهزناهم الآن خالين من المضار خالين من المخدرات فنحن نكون مستعدين للمستقبل لكن إذا أهمنا فئة الشباب فنحن غير مستعدين للمستقبل تخلى للمؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين في مقال مكافحة المخدرات هذا هو تستمر أعمال المؤتمر من السابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من هذا الشهر حتى تنتهي بتوصيات هامة تتعلق بالحد من انتشار المخدرات محمد الصوفي قناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالب النهيد في العاصمة المصرية القاهرة بحث مع وزير الطيران المدني المصري دكتور سامح الحنفي تعجز أوجه التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني والنغر الجوي بين البلدين الشقيقين وتطرق اللقاء إلى إمكانية فتح خطوط جديدة تساهم في تخفيف معالات المواطنين اليمنيين الرقبين في السفر إلى مصر من بعض المطارات اليمنية مثل مطار الريان في حضر موت وتطرق اللقاء أيضا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجال أمن وسلامة الطيران وتدريب كوادر هيئة الطيران اليمنية في الأكاديمية المصرية أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيارة تابعة لميليشي الحوثي في سماء محافظة الضالع وأفادت مصادر عسكرية أن الطائرة الحوثية تم إسقاطها في منطقة شمال الضالع في منطقة شمال الضالع حيث كانت تحاول تنفيذ عمليات استطلاع أو ضربات قوية على مواقع الجيش الوطني وأضافت المصادر أن عملية إسقاط الطائرة تمت دون وقوع أي إصابات أو أدرار في صفوف قوات الجيش الوطني أصيبت مرأة برصاص قناص تابع لميليشي الحوثي الإرهابية في منطقة الشاقة بجنوب شرق مدينة تعز وأفاد مصدر طبي بأن ميليشي الحوثي استهدفت بشكل مباشر مرأة تدعى تسنيم علي محمد عبدو ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة دخلت على إثرها لمستشفى لتلقي الغلاج هذا وتسببت حوادث القنص الحوثية تسببت بمقتل وأصافت أكثر من 250 مدنيا من أبناء منطقة الشاقب منذ بدء الحرب وفقا لتقارير رصد محلية قالت مصادر مطلعة أن ميليشي الحوثي الإرهابيات تجبر أساتذة ومسؤولين في الجامعات الأهلية على حضور دورات طائفية وعسكرية مكثفة وذلك في إطار حملة تعبئة واسعة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها أضافت المصادر أن الميليشيات تنظم هذه الدورات في مواقع مختلفة بما في ذلك جرف سلمان بمحافظة صعدة والذي شهد مصرع مؤسس الميليشي حسين الحوثي وتسعى ميليشي الحوثي من خلال هذه الدورات إلى تعجيز ولاء الأكاديميين لها وتعبئتهم لمواجهة ما تسميه العدوان وأكدت المصادر أن الأكاديميين يعيشون حالة تدمر ورفض لهذه الممارسات ببناء إبداء مواقف علنية حيالها خشية تعرضهم للاختطاف والامتهاني من قبل الميليشي الإرهابية فرض منتحل وزير الداخلية في حكومة الميليشي الإنقلابية غير المعترف بها المدعو عبد الكريم الحوثي فرض تعيين قيادي مدان بتجارة المخدرات يدعى الصادق صلاح المقبلي مديرا للأمن في مدرية أسلم بمحافظة حجة ووفقا لوثائق وقرار سابق الصادر عن الأجهزة القضائية بمحافظة إب فقد أدين القيادي الحوثي المقبلي بتجارة المخدرات وهو القرار الذي تجاهلته الميليشي عند فرض تعيينه مديرا للأمن وأبدت الأوساط الشعبية في مدرية أسلم بمحافظة حجة مقاوفها من هذا التعيين مبدية خشيتها من أن يمارس منتحل مدير الأمن مهام تسهيل تجارة المخدرات في المديرية بعد إدانته سابقا بالتجارة فيها في محافظة إب وأكد هذا الإجراء الحوثي ما ذهبت إليه العديد من التقارير المحلية والدولية عن تجارة ميليشي الحوثي بالمخدرات كواحدة من أبرز وسائل تمويلها وإثراء قياداتها وتحقيق الأجندات الإيرانية بتدمير المجتمع اليمني وطمس هويته اليمنية العربية الإسلامية ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب وزير التخطيط والتعامل الدولي دكتور نزار باصهيب أسباب ارتفاع معدلات سوء التغذية في مديريات الخوخة وحيس والوازعية وموزع وفقا للتصنيف المرحلية المتكامل للأمن الغذائي واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب منسق شؤون الإنسانية لأمم المتحدة في بلادنا الأوتشا إيمان الشنقيطي ووكلاء ومدراء عموم الوزارات الحكومية ذات العلاقة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمعنيين من السلطات المحلية من محافظته تعز والحديدة وشركاء من منظمات الأمم المتحدة والتكتلات الإنسانية التحديات والفقوات الرئيسية في جهود الاستجابة الرهنة وعرض تقديمي لخطة العمل الناتجة من مجموعات العمل وتحديد الاحتياجات لحجز التمويلات للمناصرة ودفر السلطات المحلية في هذا الجانب والإقراءات المتبعة للحد من سوء التغذية للآليات المتبعة لتنسيق الجهود المشتركة للجهات المعنية وأشار الدكتور باصيب إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في وضع آليات العمل المشتركة لضمان الاستجابة الفعالة لمجابهة التدهور المستمر لوضع التغذية في هذه المديريات وتحديد التدخلات وتعددة الغطاعات وخاصة في مجال المياه وسبل العيش والتوعية المجتمعية لحد من استمرار تفاقم الوضع في المديريات وبدورها أكدت المسؤولة الأممية أهمية توحيد وتعزيز التنسيق المشترك بين المنظمات الأممية والغطاعات الحكومية لوضع حلول وخطة شاملة لمعالجة سوء التغذية لحشد الموارد وتنفيذ التدخلات المناسبة لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين أو المجتمع المضيف في مناطق الاستهداف لسوء التغذية بحث رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي في العاصمة الموقتة عدن مع وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس برعاية المستشار برامج مشاريع المكتب الدكتور خلدون سالم آليات التعاون لمواقهة الكوارث الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية والتي تشهدها البلاد واستعرض المهندس التميمي الدراسات التي نفذتها الهيئة في مجال الانهيار الصخرية أو الانهيارات الصخرية بالإضافة إلى الدراسة الأخيرة المتعلقة في الحد من كوارث السيون والفيضانات وعدد من التغارير والأبحاث التي أجريت في عدد من المحافظات المحررة مشيرا إلى خطط الهيئة للمرحلتين الحالية والمقبلة لتنفيذ المزيد من الدراسات خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية مع التركيز على الكوارث الطبيعية ومن جانبه أكد المسؤول الأممي حرص المكتب على تعزيز التعاون والشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية وذلك لمواصلة جهوده المستقبلية والتدخلات العاجلة والتي ينفذها المكتب لحماية السكان والبنية التحتية من مخاطر السيون والحد من آثارها واتفق الجانبان في اللقاء على تشكيل فريق فني من هيئة المساحة الجيولوجية عند تنفيذ المشاريع المستقبلية الممكن تنفيذها بالتعاون مع الغطاعات المعنية وضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 249 الخاص بدراسة الصلاحية الجيولوجية عند تنفيذ المشاريع العامة والخاصة شارك سفير بلادنا غير المقيم لدى البرتغال دكتور رياض ياسين في أعمال المنتدى العالمية العاشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المنعقد في مدينة كاشكاش البرتغالية تحت أشعار متحدون في السلام استعادة الثقة وإعادة تسكيل المستقبل بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس التحالف تعجز الحوار بين الحضارات من أجل الإنسانية وأكد السفير ياسين في كلمته بالمنتدى حاجة المجتمع الدولي إلى تبني أسس جديدة للتعاون لمواجهة الأزمات العالمية مثل النزاعات المسلحة والتعدي على حقوق الإنسان والإبادة الجماعية والتغير المناخي وقضايا الهجرة وقضايا الشباب والمرأة وذلك لتحقيق مستقبل أكثر عدالة وسلاما للجميع داعيا إلى حل النزاعات المحلية والدولية بواقعية لتجنب دورات العنف والحروب وعلى هامش المنتدى بحث السفير ياسين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني قوتريش بحث مستجدات الأوضاع في بلادنا ومؤكدا أهمية تعجز الدعم الدولي لبلادنا في مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن انغلاب مليشة الحوث الإرهابية وتصعيدها المستمر مشددا على أهمية استئناف للحوار السياسي لتحقيق سلام شامل ومستدام الآن إلى حالة الطغس ودرجات الحرارة مشاهدين الكرام خلال الأربعة والإجنة الساعة القادمة بمشيات الله تعالى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختاب النشر مشاهدين الكرام تذكيرهم بأبرز العنوين موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ رئيسي موريتانيا وعلبانيا بدكر استغلال بلديهما موسيقى مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للأوضاع الوطنية والمستجدات الإقليمية ويؤكد أهمية التسريع في إقرار وتنفيذ خطة للإنقاذ الاقتصادي موسيقى بلادنا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق وتدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة موسيقى انتهت نشرة الأخبار شهر مشاهدين الكرام قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية نلتغي نحن وإياكم في لشرات إخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودامة اليمن بألف خير إلى اللقاء موسيقى